بسم الله الرحمن الرحيم طلابنا العزاء اهلا ومرحبا بكم في شابتر 5 بارتسري شير سترينس of rc beams without web reinforcement هنا بنتكلم على الشير سترينس اللي هي مقومة الكاميرات الخرصانية في حالة عدم وجود reinforcement للويب اللي عندي طيب التوتر رزيستنس هنا بتتكون من ايه عندي ثلاثة كمبوننت v, c, z, v, y, v, d ده في حالة no stirrups are used طيب ايه هم الثلاثة كمبوننت دول اول كمبوننت عندي اللي هي الشير انكمبريشان زون الكمبوننت التانية اللي هي الأجريجيت انترلوك فورس الكمبوننت نومبر سري اللي هي الديوالاكشن فروم لينجوتيودونال بارز طيب الرسمة دي بتوضح الكمبوننت اللي عندنا ادي الفورس ديات اللي هي عبارة عن الأجريجيت انترلوك بعد كده ادي ال v, c, z اللي هي الشير رزيستنس رقم ثلاثة ادي ال v, d اللي هي الديوالاكشن فورس طبعا كل ما تنسي السترينس بتاعت الخرصانة بتزيد كل ما لانكلايند كراكينج لود عندي بي سيد طيب نسب التسليح اللي بنستخدمها اللي الرو اللي هي عبارة عن الاريا ستيل على ال v وب في ال d الاريا ستيل هنا الدور بتاعتها بتعمل ايه بنعمل ريستريننج للكراكس بنعمل الرستنج للكراكس فحديد التسليح الدور بتاعه انه هو بيمنع سرايان الكراكس موجودة في الكاميرا هنا بنتكلم على الشير سبان تو ديبس ريشو لو انا عندي كاميرا بالشكل دوت انظر كونسنتريتد لود ده توزيع الشير فورس دياجرام ده توزيع البندنج مومنت دياجرام فبنقول نسبة الايه على ال d الايه على ال d اللي هو الديبس بتاع القطاع اللي عندي الايه على ال d اقل من او يساوي اتنين في حالة deep shear spans more detail design required يعني لازم نعمل design الايه عادي اكبر من اتنين ال ريشو ديه has little effect على الشير استرينس الصيز بتاع ال beam لتأثير بمعنى لو انا عندي كاميرا لها ديبس وكاميرا تانية لها ديبس اكبر ده اللي بنسميه تأثير الصيز فبنقول كل ما بنزود الدبس يبقى الشير استرس بيقل كل ما بزود قيمة ال d الاكسيال فورس ممكن يبقى عندنا نعين سواء الاكسيال تنشن او الاكسيال كومبريشن الاكسيال تنشن ديكريزيز في حالة الأكسل تنشن ديكريزز. في حالة الأكسل كومبريشن إنكريزز.